التقى معالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان وزير التسامح والتعايش على رأس وفد دولة الامارات بالعاصمة طهران الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خريفة بن زايدال انهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد براشدال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمي دبير عاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايدال الهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة إلى الرئيس الإيراني وتهاني سموهم بمناسبة تقلده منصبه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس عرابه عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين